بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبايب قلبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير صباح الفلة ومسائل الفلة على اختي وحبيبتي وامي اللي بتابعني النهار ده روتين مختلف تماما دلوقتي بقى انا مروحها كنت في شارع الازهر باشتري قماش عشان خاطر هعمل سطارة في الصالة عندي وكمان اشتريت قماش لان اشتريت كراسي صفرة بس لسه ما تنجدتش يعني اشتريتها خشب اه اللي هو خشب عادي مفوش اي قماش ولا اي حاجة وانا وديته للمنجد وهيعملهولي بقى اه كابوتوني او هينجدهولي زي ما انا عايزة فاشتريت القماش وكمان اه اشتريت قماش للسطارة وكمان فصلت السطارة وانا هناك وكمان صورت لكم فيديو هينزل لكم هو نزل الفيديو الريدي هسيبه لكم في صندوق الوصف للي حابة تعرف اسعار القماش وحابة تعرف كل حاجة كان في حبيبة قلبي اختي طلبت مني اه يا هيبة عايزة السطارة اللي هي البلاك قوت صورت لك الهناك الاسعار وصورت لك كل حاجة اتفرج على اللينك هتلاقيه في صندوق الوصف ان شاء الله كده خلاص بقى انا مروحة عايزة اقول لك اللي الساعة دلوقتي حوالي اه واحدة ونص الدهر والدنيا غيمت كده والنطرة كمان كانت بتندع حاجات بسيطة فحمدت ربنا لانا خلاص قريبة من البيت وهوصل اه خلصت يعني اللي ورايا كله خلاص يعني بدأت ندعو انا في الطريق الحمدلله طبعا دلوقتي بقى انا قريبة كده من البيت عندي خلاص هطلع بقى واشوف اللي ورايا ونعمل كل حاجة مع بعض دي المواعين بتاعت الفطار انا فطرت الصبح قبل منزل وكمان اه فطرت الولاد وستهم بقى وقلت لما جي اخسل المواعين عشان خاطر كنت مستعجلة جدا تعرفين المشاوير بتاعت الستاير او القميش بتبقى محتاجة اللي انت تلفي وتدوري وتختاري كويس وتبقى محددة قبل ما بتروحي كمان ولما بتروحي بتغيري خالص اللي انت كنت محددة فبصراحة كنت مستعجلة الصبح فقلت للمش مشكلة لما جي ان شاء الله بازني لها حاجات بسيطة كده هخسلها على طول قبل ما ابدأ اللي انا اعمل الغداء تمام كده؟ بس بصراحة والله العظيم هناك في حاجات حلوة جدا والاسعار حلوة جدا يعني لو روحت اشتريتين من اي محل تاني القميش زود هتجيب سعره عالي جدا انا هوريكم القميش ان شاء الله في الروتيني الجاي بازن الله اشتريت القميش بتاع السطورة وكمان فصلتها وانا موجودة يعني فصلتها من المحل في شركة تبعهم بتفصل ففصلتها فصلها لي وانا قاعدة ما خدش وقت خالص وخلصتها وكمان القميش بقى لستها بعده بقى للمنجد عشان يعمل لي كراسي السفرة كان في حد قبل كده قال لي يا هيبة المنظر بتاع الكرسي شكله مش حلو بتاع السفرة انا عندي كرسيين بس واحد منهم الكسر والحمد لله رحمه وفاضل واحد كنت بحطهم كده دهرهم للحيطة علشان خاطر الرجول بتاعتهم كانت مكسورة فكنت مستنية بس اللي انا ايه اشتري او مثلا اهن المكان جديد فكتير منكم قالوا لي يا هيبة استمتع بحياتك الواحد بيعيش مرة واحدة هات اللي نفسك فيه ولم تنقلي يبقى ربنا يسهل تاني والكلام ده فانا بصراحة اقتنعت بكلامكم مليون المي وقلت فعلا الواحد بيعيش مرة واحدة فانا ليه مشتريش ليه ما متعش نفسي يا عالم يمكن لما روح المكان التاني دوت اللي يحصل فيه لأ انا متع نفسي وانا موجودة في المكان اللي انا عايشة فيه دلوقتي دوت وان شاء الله ربنا يكرمني لما روح اي مكان تاني لسه يعني الواحد ما يعرفش ايه ظروف فيه كذا حد قال لي هيبة هو انت نقلت الشقة الجديدة اللي انت بتقولي عليها وكده لا يا جمعة انا لسه ما نقلتش الموضوع بتاع الحي والازالة والكلام دوت خلاص تقريبا كده انا سمعت او قريت في اليوم السابع اللي الموضوع خدت سنتين خدت سنتين لاني فيه تطوير مفيش ازالة مفيش ازالة علشان خاطر المنطقة اللي انا سكنة فيها منطقة اسارية ما ينفعش فيها الهد تمام كده ده اللي انا عرفته الله واعلم بقى لو فيه تجديدات تانية هقول لكم ان شاء الله فانا اعدى اعدى معاكم وهو مش ماشة ولا اي حاجة كده خلاص خلصت الموعين بالشكل دوك كده وزبطت كل حاجة فاضل بس اللبانة هخسلها وكمان نشوف ورانا اي تاني عايز اقول بقى لحبيبة قلبي المتابعة اللي هي بعثتلي وقالتلي يا هبة اهل الجوزي بيعملوني وحش جدا وحميتي بتعطز عقلي وتكلمني وحش ويعني مخليين شغل البيت عليها هي بس هي سكنة ببيت عيلة سلايفها وحمتها والكلام دوت على فكرة كلنا بنمر بالحاجات ديت بس خليك انت ليكي شخصية اهم حاجة يبقى ليكي شخصية ماينفعش اللي هي طول الوقت تقولي حضر ونعم وطيب ومالكيش شخصية خالص لا ماينفعش خالص طالما انت مسحتي شخصيتك او قرمتك في الموضوع دوت يبقى صدقيني مش هتعرف تعيشي خالص لازم توقفي حد للموضوع دوت يعني لازم يبقى في حدود في حدود بالادب والاحترام وهتاخذي حقك ما تسيبيش كده حقك وخلاص فكري مرة واثنين وتلاتة وتكلمي جوزك وتكلمي معاه وشوفي حل للموضوع دوت وان شاء الله هتلاقي حل وربنا يكرمك ويسعيدك يا حبيبة قلبي بعد ما غسلت الموعين كنت عاملة في دماغي يعني اللي انا لما جي هعمل قلقاس وكمان رزب الشعرية قبل منزل الصبح ولعت على اللحمة كنت مطلعا من بالليل ولعت عليها خدت غلوتين الصبح قبل منزل وطفت عليها وبس كده وقلت لما جي ان شاء الله هكمل سويا وكمان طلعت بقى الحاجات اللي انا هستخدمها القلقاس دوت مفرزة في الفريزر وكمان السلق طلعت الرز والشعرية عشان هنعمل مع بعض كل حاجة عايز اقول لكم اللي انا مستعجلة جدا وما كانش ينفع اللي انا اعمل اي نوع اكل تاني غير هو الاكل دوت كده يعني عشان ننجز لنفسي وقت وخلص الورايا بسرعة ما كانش ينفع اطبخ اي اكلة تانية مكارونا وبني الواحد زهي منهم خلاص بيت هي الاكلة المفضلة في وقت الزنقة مكارونا وبني طب وليه ما نغيرش شوية لما تعملي شوية تقول قلقاس كده والرز بالشعرية برضو سهلين وما خدوش مني وقت خالص وتغيير بدل المكارونا والبني كده خلاص حطيت الرز في العلبة واللي فاض بقى فاض من الكيس هعمله بقى الرز بالشعرية طبعا العلب ديت هسيب لكم اللينك بتاعها علشان خطر اللي عايزة تعرف اشتريتها منين هسيبهولك في صندوق الوصف نشو قال له آآ كمان برضو الشعرية وانا جوة كده بقى جيب الرز الكيس الرز لقيت كيس شعرية قلت طب وفيها ايه لما اخده افضي في العلبة فجيت افضي في العلبة لقيتها لسه مليانة فهفضيها بقى بقيت الكيس والبقى دوت اللي في الكيس هحمره بس كده والعلبة عندي تمالت وبقى كله تمام هشيلهم بقى وكمان هخسل بقى الرز غسلة نضيفة وطبعا مش هنزل بالقلقاس دلوقتي لاني مستنية الشربة بتاعتي آآ اللحمة يعني تستوي شوية لما غزلت الموعين حسيت اللي الدنيا عندي بقيت ريئة كده وكله تمام فضيت بقى الحلة بتاعت الشربة في حلة كبيرة شوية عشان خاطر اول ما تغلي معايا وتبدأ اللي هي تستوي اللحمة هنزل بالقلقاس في الحلة دي وكمان هولع بقى على الرز عشان اخلص منه بسرعة كده اللقلقاس مش هياخد مني وقت عايز اقول لكم اللي انسب وقت اللي انت تفرز فيه اللقلقاس في الفريزر هو شهر توبة ليه بقى شهر توبة كنت مرة بشتري كمية اللقلقاس كده آآ يعني كلنا محدش تعلم ببلاش لازم تتعلمي واحدة واحدة مع التكرار او مثلا مع فكنت مرة بشتري اللقلقاس كان في شهر 12 فلاقيت وانا بنائل القلقاس كده وبقول له انا عايزة حاجة تستوي بسرعة للبيع كنت برضو لسه متجوزة جديدة ومش عارفة فلاقيت واحدة ستة كبيرة كده قالتلي آآ هو انت هتشتري القلقاس على فكرة القلقاس احسن وقت اللي انت تشتري فيه وتاكلي القلقاس وكمان تفرزيه هو شهر توبة بيبقى القلقاس بيستوي من اول غلوة على النور فمن ساعتها الكلمة رنت فوداني كده ومش قادرة انسيها حتى الملامح بتاعة الستة الكبيرة اللي هي كلمتني مش قادرة اتروح من عيني خلص رغم اللي الموضوع دوت والله كانت منا بنتي عندها تقريبا سنة ونص سنتين منا دلوقتي عندها 11 سنة فالموضوع لسه في دماغ الحد دلوقتي فالواحد برضو ما بتعلمش ببلاش بتعلم مع الزمن بتعلمي كل حاجة بس السيبي كده تكالك على ربنا وان شاء الله هتلاقي كل الامور اتيسرته بقى كله تمام ده كده القلقاس هبدأ اللي انا افتحه حطيت مية على النار عشان هعمل كبات شاي طبعا جاية بقى مزاجي كده آآ عايزة اعمل كبات شاي كده بالنعناع ونشوف كمان ورانا ايه عايزين نعمله كده انا بفضي بس البشيل الكيس اللي هو بتاع القلقاس اللي انا كنت حطه فيه وحطيت بقى القلقاس في طبقة او في صانية عشان هنحمر مع بعض الشرية واول ما الشربة معايا تغلي هنكون نحط القلقاس كده خلاص الشربة بتاعتي غليت هنزل بقى بكمية القلقاس آآ طبعا انت بتفرزي القلقاس على حسب الاكلة اللي انت عايزها مسلا عايزة اكلة يوم عايزة اكلة يومين عدد افراد الاسرة بتاعتك كبيرة محترمة تقضينا في الغداء يعني حوالي مسلا كيلو ونص آآ كده خلاص الميا بتاعتي غليت هبدأ اللي انا هحط الشاي وحط السكر وكمان كده نشوف عدد النعناع حلوين ونحط نعناع عشان خطر نعدل المزاج شوية يعني كفاية بقى الهري واللي انا شفت الصبح دوت والكلام وتبقي نزلة لما بتروحي مشوار وترجعي تعملي اكل دوت بيبقى الموضوع صعب قوي شابو بجد 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 للموظفين يعني بجد تحية اكبر تحية لكم آآ اللي انت بتيجي من شغلك بتتكلمي مع ناس سواء مسلا قاعدة في عمل اداري او مسلا في مكان خاص بتتكلمي مع ناس بتقابلي ناس بتطلع نزلة بتركاب المواصلات وترجعي كمان تعملي الاكل دي بتبقى صعب قوي شابو لكم بجد والله العظيم بحترم جدا الناس الموظفة اللي هي فعلا بتروعي اكل عيشها وكمان آآ مهتمية بيتها وجوزها وعيالها كده خلاص النعناع غسلتها وحطتها بقى كده وايه نشوف هنعمل ايه تاني آآ وانا وقفة بقى كده الرز بتاعي على النار وكمان القلقاس على النار مستنيه بس يدخل ياخد اغلوطين تلاتة كده ويدخل في السواء بعد كده انزل بالسلة وانا وقفة كده هعمل النعناع دوك كده بص انا بقطع الورقة زي الملوخية وبخسله وبعد كده بقى ايه بفرشه كده على فوتة نظيفة يتهوى تحت المروحة وبعد كده باخده آآ على الصينية واسيبه ينشف لو عاملة كمية كبيرة بدخلها الفرن بقى تشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد كده بطف الفرن واسيبه في الفرن وبينشف معي وبيبقى زي الفرن هسيبلك تكفيف النعناع او آآ ازاي تحفظي النعناع فترة طويلة عندي من غير ما يحصل اي حاجة في صندوق الوصف ان شاء الله طبعا انا هخلصت الكمية كلها زي ما انت شايفة كده طبعا مستنية الشاي بتاعي يبرد والدنيا عندي اي نعم اول ما جيت كده كانت تدرب تقلب بس برضو آآ زعقتل منها وقلت لها يلا قومي بسرعة قوميعملي اي حاجة كده في الشقة بصراحة هي بتساعدني يعني آآ بتعمل معايا ويآ لو في غسيلة عايز تنشر في غسيلة عايز تلم بتطبق البطنية بتكنس الارض حاجات زي كده يعني بس على قد ما بتقدر يعني مش بخصب عليها او مثلا بكبرها لا هي تعمل اي حاجة هي بتبقى شايفاني اللي انا مجعولة مثلا آآ والدنيا بايزة برا فهي من نفسها كده بتقوم تعمل بصراحة بعد ما خلصت بقى النعناع هبدأ اللي انا افتح كده السلق السلق ببطته بالشكل دوك كده وبحط كل كيس والآس بحط مع السلق بتاعه ما بياخدش مساحة خالص كنت الاول بحطه في بطرمون واخد بالمعلاقة بس البطرمون لازم تطلعيه وتسيبيه شوية عقبال ما يفق فبصراحة لما آآ عملته كده بالشكل دوك كده كل حاجة لوحديها بقيت اسهلي بصي ما بتاخدش وقت خالص ما بتاخدش مساحة اقصد في الفريزر خالص هحطها بقى على الالقلقاس واسبها بقى كده برضو تاخد غلوتين انا عارفة اللي انتم مش شايفين حاجة من الدخان او من الدخان او لكن معلش حقكم علي والله اسبها بقى تفق مع نفسيها وغطي الحلة وبعد كده نشوف ورانا ايه تاني نعمله عايز اقول لكم الالقاس تلعي المرة دي طعمه حلو جدا ان شاء الله لما جيب بقى فرز المرة الجاية اا هقول لكم على طريقة التفريق ونبتاخدش وقت خالص 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 لو منستعجل ومش عارفة تعمل لي اكل ايه يضب بتسحب الكيس زي ما انا عملت كده والرز ما بياخدش وقت والله يستوي قبل ما الرز يستوي كمان اا وكانت اكلة حلوة وجميلة كده يلا تعالوا كلوا معنا بعد تفضلوا معنا ده كده الشاي خلاص هبدأ اللي انا اشرب بقى بصراحة انا بحيب اشرب الشاي اللي هو السادة دو بالنعناع في كوباية ازيز مش بحيب اشربه في المج يعني لما بحطه في المج ببقى حاسة اللي في حاجة غلط لكن لما بشربه كده بيبقى في كوباية ازيز ببقى شايفة النعناع وشايفة كمان الشاي بتاعي بيبقى خفيف بيبقى طعمه حلوة قوي كمان شكله احلى عملت كمان شوية صلطة زي ما انت شايفة كده اا مش كتير يعني هي طمط مية واحدة خيراية جزراي اا لا مش جزرا فلفلية بصلاية وعصرت عليها نص لامونة وطبعا اللامون برضو عندي في الفريزر مش بحتفظ باي لامون في الترليجة للناس اللي قالتلي يا هيبا اللامون بطلعه بيبقى عامل زي المسلوق عشان بتسيبه كتير على الرخيم هطلعي استعمليه على طول كده القلقاس بتاعي اللحمة كمان استاوي تهيب بقى كله تمام ونشوف دلوقتي القلقاس استاوي ولا لسه عشان نتفي بقى على النار بص القلقاس استوى ازاي لأ عايز اقولك اللي هو فعلا استوى جدا وعجب الولاد قوي 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 بجد عجبني انا كمان بصراحة لان انا من عشاء القلقاس يعني في ناس كتير او يتقول لي ايه القلقاس دوت ده زي البطاطس يعني ما فيش فرق بينهم ولا اي حاجة لا 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 خالص القلقاس حاجة والبطاطس حاجة تانية تماما القلقاس دوت لي مزاقهوس يلا اكتبي ليه تحت انت من عشاء القلقاس ولا ايه بالزبط لان اعرف ناس مش بيحبوا القلقاس وعرف ناس كمان بتعمل القلقاس بالسلسة يعني بتجيب القلقاس دوت بتعمله بالسلسة وساعات بتحط البطاطس بتعملها بالسلق يعني ايش عارفة انا عمري ما عملتها بصراحة طبعا ما احترامين يوم ده الرز بتاعي استوى خلاص وكمان الاكل استوى والسلطة عملت هنبدأ بقى نغرف مع بعض الاكل طبعا انا لما بغرف بحط كده على الرخامة ومنا بتاخد مني تروح تحط على طرابست الصفر عشان خاطر بنساعد بعض وايد على ايد بتساعد عاودي ولادي كده يساعدوك في البيت ويعملوا معاك كل حاجة ما تعتمديش اللي انت تعملي كل حاجة اكيد هتقصري في حاجة لكن لما يكون في ايد على ايد بتساعد صدقيني الموضوع بيفرق معاك وكمان علشان خاطر انت ما تتعبير زيادة عن اللزوم اي نعم هم مش بيساعدوا قوي يعني بيبقى الواحد بيبقى فيه ايه روح التعاون دي بتبقى حلوة قوي طبعا هي كل ما بغرف حاجة هي بتاخدها برة كده على طول طبعا انا غرفت الرز لنا كلنا وكمان هاغرف برضو القاس علشان خاطر اه انا بحب لما باجي اغرف القاس اغرف الشربة بتاعته زيادة شوية بيبقى طعمها حلو طبعا دلوقتي خلاص غرفت بقى القاس وكمان غرفت الرز وكمان الصلاطة اللي انا عملتها لو مش عندك حاجات صلاطة ممكن جنبي مخلل جنبي لفت بيبقى طعم حلو قوي باللفت بس انا لسه ما جبتش لفت عشان اخليله ان شاء الله هجيب اللفت والجزر ونخليله مع بعض بازن الله زي ما انت شايفة كده خلاص غرفت كله وكله تمام لو في حاجة تانية عايز اغرفها بغرفها برة مش بغرف طبق خضر واحد بغرف طبقين ولما بنعوز بنقوم نحط تاني سواء مسلا عاملة قلقاس عاملة لوبيا عاملة فاصولية عاملة بسلة بغرف طبقين على الصفرة اه او ساعات بغرف تلاتة على حسب الحاجة اللي انا عامليها ونفس الكسة الملوخية مش طبق واحد بغرف برضو كزة طبق عشان كلنا ناكل معها طبعا قلت المنا حبيبة قلبي تصور صورت بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي يعني دمرت للدنيا بقيت في حالة زهول جدا وانا بمنتج وبتفرج ايه يا بنت اللي انت عاملها دوت مش عارفة اه على العموم مش هخليها تصور تاني انا قلت لها بس تصور يا عبا المغري في الاكل لاني فعلا كنت تعبت قوي اه من المشو وانا بتفرج على القماش وطلعت سلالم وانزلت سلالم لاني البيع بتاع القماش بيبقى تحت يقولك اطلعي معانا فوق المحل واتفرجي على القماش اللي انت عايزاه يعني تعبت فعلا ولما جيت كمان وقفت على طول في المطبخ اه فاعتمدت عليها لكن الحمد لله اكيد انتم معاكم زيها وحسين بيا صح ولا يا جماعة اه اللي سألتني حبيبة قلبي النتيجة بتاعت منا طلعت ولا لسه لا للاسف لسه انا ما سألتش بصراحة بس هتصل بالمدرسة واسألهم بعد ما كاننا والحمد لله زي ما انتم شايفين كده لو كنت قعدت بالزبط عشر دقايق كنت خلاص هنام او هريح وابقى بردانة وحتلاقيني دخلت تحت البطنة لكن انا لحمت كله وبعضه لحمت كله وبعضه ازاي قمت بعد ما كاننا غسلت الموعين وزبطت كل حاجة وكمان هخش انشر الغسيل اقلم الغسيل دوت مشان لو فيه غسيل عايزة نشر او فيه غسالة غسيل عايزة غسل في الغسالة اعمل اللي عليها وخلص اللي ورايها وبعد كده قعد على رواية لان لو قعدت هكسل وانتم عارفين يعني التكسيل محتاج اللي اقول لكم لمة الغسيل بالشكل دوت كده وعايزة اقول لكم اللي الجوي والله ما سقعة مش عارفة الجوي حلو جدا 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 طول ما انت قعدة في البيت كده وتحت البطنية بتلاقي نفسك بردانة وكسلانة قومي كده تنشطي شوفي ايه اللي وراكي وعايزة تعمليه بجد هتلاقيه فرق معاكي قوي وما حستيش ببرد ولا بقتي بردانة يعني انا عن نفسي والله بقوم اعملي الحاجة كده وانا آآ بتدف نفسك بالحاجة اللي انت بتعمليها اول بول هزبط رابست الكمبيوتر ديت وكمان القوضة بتاعت منها وطبعا بقى بعد ما خلص بقى اللي وراي هاعط بقى كده استجم شوية اي نعم مفيش استجمام ولا اي حاجة بتخلص اللي وراكي وتلاقي حاجة تانية اتلحمت فيها على طول الحمد لله حبيبة قلبي بقى اختي وحبيبتي كتبتلي المرة اللي فاتت لما انا قلتلكم يا جماعة الوبرة بتاعت الحفزة السجادة بقى اتيجة على السجادة وجني نتني ومش عارفة اطلحها ازاي فهي يا ربنا يخليها لي يا رب كتبتلي قالتلي يا هيبة ربنا يرزقك وجيبي مكنسة وهي المكنسة هي اللي هتطلع لك كل الحاجات دي انا بالفعل عندي مكنسة الحمد لله بس ما كنتش باستعملها بلسبب واحد هقولك عليه في الاخ فقمت كده جبت المكنسة وزبطت كل حاجة لقيتها فعلا شالت كل حاجة كنت المقاشة مش بتشيلها وكنت بجيب كمان الفرشة بتاعت البلاط عشان احاول اللي هي تبقى خشنة شوية واحاول اطلحها وبرده ما بتطلعش لكن والله العظيم تلعت معايا بالشكل دوك كده وبقت زي الفل وكله تمام والمكنسة جبتلها الفيشة بتاعتها هوريها لك في النهاية ليه ما كنتش بستخدمها علشان خاطر الفيشة بتاعتها لكن والله العظيم يعني يعني ربنا خليك اللي انت فكرتيني وشجعتيني كمان اللي انا اجيبي للمكنسة كده وزبط كل اللي ورايا احلب كتير جدا عن المقاشة اي نعمل مقاشة حلوة جميلة وفي كل البيوت وبرده بستعملها لحد وقتنا هذا يعني مش هعتمد على المكنسة خلاص لكن فعلا المكنسة هي اللي طلعتلي الوابرة الصغيرة جدا اللي لونها احمر اللي كانت من من الكفر بتاع المشاية دوت او بتاع الحفزة السجدة بصوا زي ما انتم شايفين كده ببدأ اللي انا اعمل بيها طلعتلي كل حاجة كان اللي لونه ابيض دوت في الاسود كان الابيض ده كله لونه بي سي او لونه احمر كان مش حلوة خالص دي كده اللي كانت معطلاني ومش بعرف اللي انا استخدم المكنسة بسببها اه المكنسة دي عندي بقالي بقالها دلوقتي حوالي ست سنين كنت جايبها بخمسمائة جنيه لكن حلوة جدا والله العظيم كنت جايبها من وسط البلد هي دي اللي كانت معطلاني اللي انا مش عارفة اعملها لان الفيشة بتاعتها مش بتدخل في الكهرباء عندي عندي الفيش اللي هي العادية فلما هي فكرتني قلت طب ليه انا مستعملش الفيشة بتاعت الموبايل بتاع جوزي اللي هو لان الفيشة بتاعته كده برضو فهو جايب لها بقى المشترك الزغير دوت بيتركب فيها فقلت لأ انا لازم استغل الموقف طبعا استغله احسن استغلال كمان فاخدت الفيشة بتاعته ديت وقلت اللي انا هستخدمها بجد فعلا نفعتني جدا وخلت الشقة كده نضيفة وزي الفل عن المقشة خالص بعد ما خلصت بقى كل اللي ورايا خلص خلصت بقى كله وكمان زبطت كل حاجة والدنيا بقت نضيفة فقلت اهعد بقى دلوقتي ع السرير كده استجم شوية واردع تعليقات لقيت مكة جاية وجايب معاها الاقلام وجايب معاك راست الرسم ومصممة لانا لون معاها فلازم طبعا لون الالوان مقصوفة فقعدت اللي انا قبرها لهم كده بالبراية هي قالت لان عايز انا نلبريها هي مش بتتكلم لسه بس بفهم منها هي بتبقى عايزة تقول ايه يعني هي اخرها لأ اا او تهز راسها او بتقول بابا وماما ساعيه مش على طول فخدت البرية بصو بدل ما بتلف الالم بتلف البرية يعني المهم يعني قعدنا مع بعض شوية هي تلون شوية وانا لون شوية اي نعم هي بتشغبط وانا كمان بشغبط والحمد لله لاني خلاص كنت تهيست تماما وكنت محتاجة حتى انا مساعة واحدة كده الروتين بتاعي خلص معاكم ويومي كمان قضيته من اول الصبح لحد بالليل اتمنى النهار دي يكونوا الروتين عجبكم بحبكم في الله يا احلى واجمل واطيب اخوات في الدنيا دي كلها ما تنسوش بقى تحطوا لايك لو انت اول مرة تشرفيني تحط اشتراك تفعلي الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات وطبعا ان شاء الله هوريكم السطرة اللي انا عملتها لونها ايه ودعولي الراجل بتاع المناجد دي خلص الكراسي عشان خطر نقعد بقى ناكل كده على كراسي لان منتعذب جدا من ساعة ما الكراسي تكسرت وطبعا هسيب لكم الفيديو بتاع القماش في صندوق الوصف الحبيب والقلبي اللي سألوني على نوع القماش هسيبه لكم وهسيب لكم كل حاجة حبكم في الله يا احلى واجمل اخوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة